وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عطية عيساوي الصحفي المتخصص في الشيون الإفريقية سيد عطية هذا التعثر بشهادة أديس أبابا لأعمال السد كيف ستنعكس إذن أو كيف سينعكس على مسار المفاوضات المتعلقة بسد النهضة أنا أعتقد أن هذا التعثر لا يعني أن سيوبيا ستتخلى عن إنشاء هذا السد أو ستجمد إنشاءه بصفة دائمة وإنما هي محاولة للحس على الإسراع بإنشائه وتصحيح الأوضاع الخاطئة التي تمت نتيجة إسناد بعض الأعمال إلى شركة تابعة لجيش يقودها عسكريون متقاعدون مما يعد شيئا فيه شبهة استغلال نفوذ وهذا أدى إلى تكليف إسيوبيا مبالغ طائلة كتعويضات للشركة الإيطالية المشرفة أو المنفذة للمشروع وأيضا سيؤدي نقل العقد إلى شركة أخرى إلى زيادة التكاليف أما فيما يتعلق بالمفاوضات أعتقد أنه يمكن أو من الممكن أن يؤدي هذا التعصر وهذه المشكلات الفنية والأزمة المالية إلى اكتفاء إسيوبيا ببناء السد عند مرحلة معينة أي بارتفاع أقل من المكرر أو بعدد توربينات أقل من الستة عشر توربينا المقررة لتقليل التكاليف ولسرعة إنجاز هذا السد وإذا حدث ذلك طبعا سيكون في صالح مصر التي تخشى على مصالحها المائية من هذا السد أعطي على ذكر مصر هل لمتغير التعثر هذا علاقة بزيارة وزير الخارجية المصري ورئيس المخابرات إلى إثيوبيا يعني زيارة كما هو معلن تخص العلاقات بوجه عام والمفاوضات سد النهضة المتعسرة منذ فترة طويلة والتي لم نسمع شيئا عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قبل سلاسة شهور سواء من حيث الموافقة على التقرير الاستهلالي للشركة الفرنسية الاستشارية أو فيما يتعلق باللجنة العلمية التي ستعد نصائح وتقارير هامة للاستناد إليها في التقييم أو حتى صندوق البنية التحتية كل هذا لم يتم في شيء حتى الآن لكن لا أستبعد أن تعرض مصر خبرتها على إثيوبيا للتغلب على هذه المشكلات الفنية من خلال خبرة مصر في بناء السد العالي وقناطر أسيوط وأعتقد أن هذا وارد جدا وإذا تم هذا العرض وقابلته إثيوبيا ستكون له نتائج إيجابية جدا فيما يتعلق بصير المفاوضات وفيما يتعلق بتزليل الشروط الأسيوبية والتعنط الأسيوبي فيما يتعلق بالمفاوضات وسنوات ملء البحيرة والتشغيل المتزامل للسد العالي مع سد الناظر وصريد السودان وغيرها من المسأل شكرا جزيلا لك